اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا حلقة جديدة حتكون عن الناتج المحل الإجمالي ولكن بطريقة أخرى كنت نولت حلقة قديمة فرق بالناتج المحل الإجمالي احتسابه وناتج القوم الإجمالي فيكم ترجعوا للحلقة ولكن هذه الحالقة مهمة جدا عن عيوب الناتج المحل الإجمالي اللي هو أبرز مؤشر للنشاط الاقتصادي في الدولة بيكون وفي بعض العيوب في منهم أعمال الرزيلة والمخدرات وأعمال أخرى بتشوق الطبيعة وأيضا تضرب مميزات تاني بس أنه تعمل إضافة أكتر للناتج المحل الإجمالي حال نلقي الضوء على هذه الأشياء المهمة برجع بذكر مؤشر كتير مهم وقتا بيصدر تتزبزب الأسواق بكوة خصوصا الدولار والدو جونز طبعا واللورو أول لحظة حنشاهدها من أول صفحة نبدأ فورا مشاهدينا إذن أبدأ الحلقة في الناتج المحلي الإجمالي نتبهوا في الإجمالي المحلي وفي الإجمالي القومي قبل ما أبدأ الحلقة سريع جدا رح ميز بين الاثنين كنا عملنا حلقة بالسابق تتناول كل هالموضع ولكنها حلقة مختلفة الفرق بين القومي والمحلي من الكلمات المحلي هو محلي يعني ضمن حدود البلد كل شي نشاط بيصير داخل البلد الشركات تعملوا مثلا بالسعودية سابق شركة داخل السعودية وإذا في شركة أجنبية أيضا تعمل في السعودية يحتسب أيضا عمال الشركة الأجنبية داخل السعودية القومي شركات فقط تنتمي إلى البلد يعني حجم أعمال السابق خارج السعودية إذا كان عندها مشروع كبير مثلا بتنقل بتونس يحتسب هذا النشاط ضمن النشاط الاقتصادي لأنه هي شركة سعودية حتى لو كان ما كان العمل هو خارج السعودية سأدخل إلى الحلقة فورا وسريعا جدا إلى الناتج المحلي الإجمالي مهم جدا هالناتج المحلي الإجمالي رح نبدأ بأول صفحة حقت نويلها وعم نشوف على الصورة الأول صفحة طبعا في عيوب كثيرة للناتج المحلي الإجمالي هو غير يعني بالنسبة لإحتسابه ما اخترعوا لهلأ مؤشر أفضل منه إلى الآن طبعا الأزمة كشفته وكشفت عيوبه وجعلت عيوبه أكتر وضوح وأرقامه كانت خاطئة نوعا ما واعتمد النمو على صورة وهمية ليش صار هيك طبعا بالأزمة العالمية نتج المحلي الإجمالي عطى أرقام أنه كان فيه نمو لكن محاصلة الأزمة صار فيه هبوط حد وانكسار فورا بالأرقام بين الأرقام السابعة والأرقام اللي ثالثة وبالتالي كانت الأرقام منة دقيقة جدا عن نتج المحلي الإجمالي حني ارجع اذهب إلى الصفحة الثانية هذه كانت عن عيوبه حني اتكلم أكتر عن المؤشر المهم جدا أو نتج المحلي الإجمالي مؤشر للقيمة السوقية مثل ما قلت لجميع السلع وكل شي خدمات منتجة في الاقتصاد الدولة طبعا يجب الأخذ بالاعتبار نوعية الحياة والتدهور البيئة لأنه أثناء الأعمال يلي بيحصل يعني اللي بتحصل على طول بيصير فيه أعمال بتكون هي بتدهور البيئة ولكن خلص طالما فيه نشاط اقتصادي تحسس بنتيجة تزي الأعمال داخل نتج المحلي الإجمالي هناك أعمال غير إخلاقية هناك مثلا تجارة المخدرات أعمال الرزيلة وكل شيء بتجعلنا بيزنس أو كمية من أموال كمية هذه تدخل في النشاط الاقتصادي ستوقف مع استينج وأتابع في هذه الفقرة المهمة جدا على الناتج المحلي الإجمالي أعود مرة جديدة مشاهدينا إلى الناتج المحلي الإجمالي طبعا خليني تنوي الأعمال التي هي تكشف عيوبه لناتج المحلي الإجمالي غير الأعمال الكلاسيكية أعمال المصانع وإنتاج المصانع وأبرز الخدمات بالدولة بذكرون الولايات المتحدة الأمريكية طبعا تتكل أكتر على الخدمات لأنه 70% من الاقتصاد الأمريكي هو بيكون خدماتي وبالتالي أكتر من إنتاج سلع خليني إذا بقيلة الصفحة الثانية اللي رح نشاهدها هون مهمة جدا مثل ما قلت هالجي دي بي أو هو مكياس كمي وما لنه نوعه يعني آخر همه النوع شو عم بتصير النشاط وما بياخد توزيع الدخل بالحسبين طبعا الجي دي بي لا يقول إذا كان نوع العمل هو إخلاقي أو جيد أو سيء هو بيزنس حدث مصاري أو نتيجة هالبيزنس النشاط حدث كمية تدخل في الاقتصاد في النشاط الاقتصاد وبالتالي نقيس الاقتصاد مع هذا العمل ممكن يكون أعمال سيئة جدا حنشاهدها هلأ نرجع لنفس الصورة واللي شاهدنيها إنه لا يشمل أي أحكام إخلاقية والأنشطة غير القانونية أذهب إلى الصفحة الأخرى أيضا بعض النقاط المهمة اللي راح اتنولها عن ناتج المحل الإجمالي مثلا شاهدوا هالمثل البسيط جدا 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 انفاق الحكومة وهيدا أكبر رعاب للنتج المحل الإجمالي لأنه بيساوي بين إذا انفقت الحكومة على السجون بيساوي كأنه انفقت على الجامعات لأنه لاحظوا الجامعات والسجون هيدا من أقوى العيوب في النتج المحل الإجمالي لأن بيساوي نوع النشاط من بعدها لا ينظر إلى نوع النشاط فقط يدخل الحجم في الاقتصاب عندنا جامعة وعندنا السجن انفاقه على السجون بيساوي بيفهمه هو طبعا مش نفس الكمية ولكن بيساوي كأنه يحتسب كأنه كمان عم انفق على بناء الجامعات والمدارس عيب تاني أيضا لا يقول أهمية عن هذا العيب المهم جدا رح نشاهدش الصفحة اللي هلأ منشاهدها طبعا هون مثلا إذا بدي أخد الطاقة الشمسية إنتاج الطاقة الشمسية وتدخل بالاقتصاد عملية تنظيف بعد حادث نووي كمان تدخل بالاقتصاد يعني لاحظوا حتى إنتاج الطاقة مع عملية تنظيف بعد حادث نووي مثلا فوكوشيما باليابان حادثة فوكوشيما أوكي ترتب علي خسارات كبيرة بالاقتصاد ولكن أيضا من بعد هالحادثة أتت شركات كبيرة جدا مسؤولة عن تنظيف المكان وتنظيف المواقع وتنظيف البيئة وتنظيف الأماكن كلها اللي تسربت عليها وما إلى هنالك طيب هيدا ده فيه نشاط اقتصادي أيضا دخلت في النشاط تساوي كأنه أنا بنيت بنيت يمكن كمان محطة نووية للاستعمال السلمي أو ما إلى ذلك لك إذا ما بياخد نتج المحل الإجمالي لا يقرأ مانع النشاط فقط حصل على أرض الوطن حصل صفقة وبزنس يدخلوا في النشاط الاقتصادي ستوقف مع استينجو وأتابع مرة جديدة عيب أيضا آخر أذهب إليه لأن نتج المحل الإجمالي إنتاج النفط واستخراجه استخراجه طبعا عم تخسر سروة البلاد ولكن أيضا لاحظوا هون كيف بتكون استخراج النفط وبايعه إلى المستهلكين يحسب كإضافة للسروة الوطنية وليس استنزافة لموردة طبعا البلد بيكون عنده موارد مهم جدا استنزفت هذه الموارد ولكن اللي من استنزفت هذه الموارد بيحتسبه هو أنه استخرج نفط وبالتالي أضيفت سروة البلد يعني نحنا عم تكلم عن سروة الوطنية للبلد ومواردها أخذ من الموارد ودخل بالسروة وبالتالي حسب وبايع النشاط الاقتصادي الصفحة التالية اللي أيضا قداش أخذ وقت وجدل وقداش كتب عنه المقالات وقانون الرعاية الصحية وقداش كتب عنه مقالات وقداش عملوا عنه حلقات ومحللين وجراية كتبوا عنه ليش؟ لأنه حجمه كبير بالبلد وبالاقتصاد البلد وبالتالي مهم نلك الضوء ولكن بالقطاع الصحة إذا الأشخاص والعالم كانوا بصحة جيدة قطاع حجم الأعمال حيكون عنده ضعيف جدا شراء الأدوية ومن سخرية القدر يعني عم نشاهد إنه تيكون قطاع الصحة جيد لازم يشتروا لعالم أكتر أدوية وبالتالي الكطاع يربح أكتر وبالتالي لنحفز الاقتصاد لازم ندعي الناس إنه يصبحوا مرضى حنشاهد كيف عند قياس الصحة داخل ناتج المحل الإجمال وبشكل مهم جدا قطاع الصحابة المقلات يحتسب باع الأدوية وليس عدد الأصحاء ولكي نحفز الاقتصاد نشجع الناس كيف إنه كي يمرطوا شي بالفعل هون غريب ليكون الاقتصاد بحال جيدة لاحظوا هون الاقتصاد كيف عم بدور كتبت أنا هيدا بتغريدة على حسابنا على تويتر وشاهدنا بعض التعليقات ولكن لاحظوا الأهمية إنه الصحة كيف بتبرمع بدقل إلى طبعا الصحة غير إنه الأدوية تشمل الأدوية الفرماسوتيكل وأيضا الرعاية والاهتمام بالمرضة رح إذهب إلى الصفحة يعني كون ناتج المحل هون لأطول هالعيوب المستمرة في هذا الناتج المحلي الإجمالي من عدة نقاط وتدخل فيها هيدا النقاط رغم إنه يعني مهم جدا وتدخل فيه الناتج المحلي الإجمالي رح نتنوي لأن إحنا بطريقة ما عم نعطي نصيح ولا شيء ولكن هيدا المؤشر برجاء بسكر ركب من زمان وطريقة احتسابه هي أيضا من زمان ومشين هيك لا يأخذ باعتبار كل هذه التطورات توقف مع ستينجو وتابع مشاهدين كل اللوم ينحط على ناتج المحلي الإجمالي لأنه لا يقص الرفاهية اللوم كتير كبير عليه لأنه ممكن كتير أنه أنا يصير فيه نشاط اقتصادي بمليار دولار في الاقتصاد ورفاهية تكون مش كتير كبيرة ويصير فيه 150 مليار حنشاهد هنا على صورة هنا مكياس الانتاج والنشاط الاقتصادي ما بقيس الرفاه لأنه هو أصلا ناتج المحلي الإجمالي ويوجد لايقيس النشاط الاقتصادي وآخر همه الرفاهية هون تضييق الفجوات عم يشتغلوا بين مكياس الانتاج الاقتصادي والمفاهيم الشخصية كيف مثل ما قيلت مليار دولار عم تندق بالاقتصاد مع رفاهية معينة إذا حطينا مليار ونص دولار مع رفاهية عكس أقل من الرفاهية الموجودة ولو كانت مليار ونص ليجي ما ياخد الاعتبار مش بس المليار مع المليار ونص إنه أيضا صار فيه نقصان بالرفاهية صار فيه عمل أكتر بالرفاهية صارت أقل مش بس الأرقام بتزيد صحية الأرقام زيدت من فوق ولكن الرفاهية انتقصت أيضا هذه هي اللي كنت عم بتكلم عنها رفاهية هون خليني شهد وضع الأنشطة هذه مثلا كيف رعاية مثل رعاية الأطفال بسلة الضوء على المقايضات بين النمو الاقتصاد والرفاه الاجتماعي هذه كنا كلنا عم نتكلم عنها طبعا هذه الرفاهية والوضع الأطفال والرعاية كلها كميلا بتدخل ضمن الموضوع بالنسبة إلى طبعا تنشئة الأطفال ورعاية الأطفال صحيح فيها بزنس كبير ولكن هون مثلا تنشئة الأطفال أو رعاية أولئة الأمور كميلا لا تضاف إلى النتج المحل الإجمالي بسي فيه تضيع وقت طبعا ولكن بنفس الوقت مش هو تضيع وقت للنشاط الاقتصادي تحتسب انه هي هون عم بيكون فيه رفاهية بتهتمام بالعائلات وأيضا المجتمعات هيدا انتهينا من قصة الرفاهية وانتهينا من قصة خلينا شوف السيئات بالنمو العشوائي فيه نمو ولكن نمو عشوائي عم بيكون يعني ممكن يصير فيه أفعيل تضرر منها البيئة الاقتصادية والحياة الاقتصادية كيف؟ مثلا من سيئات النمو العشوائي تلوث طبعا تلوث يمكن أنا فتحت كسارة ومن هذه الكسارة صار فيه أعمال حجم أعمال معين أنتج عنه كسارة مهمة تبيع إلى الورش وتبيع إلى المشاريع أوكي يدخل ضمن النشاط الاقتصادية ولكن أنا أدمر البيئة أدمر الحرش كبير جدا أو غبات مهمة جدا تضرب بيئة الكامل إذن يجب نخص اعتبار هذه السيئات بالنمو فيه نمو بالنتجة المحل الجميل ولكن من ضمن السيئات من ضمن أيضا السيئات مستويات الضجيج تشويه المناظر الطبيعية قديش عم بيصير فيه تشويه للمناظر الطبيعية وضجيج أثناء العمل مثلا من شاهد أنه أيضا أويات بيكون العمل 24 ساعة ضجيج تشويه أيضا وإزعاج كمين هيدا بيدخل عم بيزيد من ناتج النشاط الاقتصادي ولكن بنفس الوقت عم يضرب بكوة الرفعية والحياة والليفل المعين أو مستوى المعيشة الرفعية تالت نقطة شو هي كمان استهلاك المباني والمصانع وبعض جوانب البونة التحتية طبعا هون المباني والمصانع على المدى الكبير الطويل إذا كتير عم بيستهلك المصنع بتصير أو هون أو مستوى طبعا عمر المصنع بيخف أكتر وأكتر مع الوقت بشين هيك فيه مصانع بتضل شغالة 24 ساعة ومجبورة تضل شغالة 24 ساعة لتلبي كل الطربيات ولكن على المدى طويل المباني أيضا نفس الشيء وأيضا البونة التحتية اللي عم بيستخدمها بنفس القوة إن كان بنهار أو كان بالليل سأتوقف مع ستينغ وأتابع ولكن قبل ستينغ هون سأتوقف مع فاصل أفصل الحاقة كوسمين ثم أعود وأتابع بعض فاصل من هالعلانات بيذهب الآن مشاهدينا أنا مرة جديدة أعود وأحلل ونراقب مدى حجم النشاط الاقتصادي في كل دولة نحن نتناول ناتج المحلي الإجمالي كيف سيكون وأتابع مع سيارات الأحديث السيارات طبعا تمشي سيارة على الطريق بيصير في أي حادث في تأمين تأمين هوني شغلوا حجم أعمال التأمين خنشية حوادث المرور إذا النمو الاقتصادي العشوائي كيف بيصير بيشجع ازدحام المرور زيادة استهليك النفط طبعا تكون السيارات بيصير تستهلك نفط إن كانت ماشي بصورة مستمرة بالليل وبالنهار عم تستهلك نفط أكتر عم بصرف نفط أكتر عم بزيد النشاط الاقتصادي بس بنفس الوقت عم بزيد احتمال ونسي فيه حوادث مرور أكتر صناعة التأمين هون عم تزدهر يعني كل يلي بياخده من هون في شي على طول مقابله بدي يدفع ثمنه ماذا هو سنشاهد هون حوادث الزحام المرور استهلك النفط بعزز كمان الجريمة وعمل الشرطة وصناعة التأمين كمان هوني بيثبت إحصاءات هوني بيثبت إحصاءات الدمار المادي مثل إنتاج بنتج المحل الإجمالي كل هالمعطيات أيضا تدخل كلها بالنشاط الاقتصادي اللي تكلمت عنه بيذهب إلى هالكياس لنشاط الاقتصادي كيف عم بيكون طبعا صعم كتير هو ولكن بكلمتين هوني كياس أفضل لنشاطات غير السوئية هي قضاء أوقات الفراغ مثلا كيف نحن مثلا بدنا نقيس نتج المحلي الإجمالي لشخص معين عم ينتج ويدخل حجم نشاط معين إلى الاقتصاد ممكن هو ينتج 1500 ساعة ممكن يعمل 2000 ساعة أوكي بينتج أكثر بالاقتصاد ولكن هال500 ساعة الفرق يمكن أكتر بحسن فيها نوعية الرفاهية هيدا كنا نعمل تكلم عنه نرجع لها مرة جديدة طبعا قضاء أوقات الفراغ لو أنه هالفراغ هي بيعتبرها هدر النتج المحلي الإجمالي لنصبح في أي نتيجة منها بينما العمل لمدة 1500 ساعة بدلا من 2000 ساعة هون بتضمى زيادة بمستوى معيشة الفرق تقريبا كأنه نتج المحلي الإجمالي عدو للرفاهية وعدو لتحسين معيشة الفرق كل اللي بهمه المصاري وأنه يصير فيه حجم أعمال أكتر وبالتالي يرتفع نشاط الاقتصادي ولأقول إنه GDP معين و GDP معين آخر هلأ إذا بدأ يخذ على الناتج المحلي الإجمالي من اسمه أصلا الناتج اسمه محلي هاشرحه أكتر اسمه محلي مثل ما قلت ببداية الحلقة محلي يعني داخل الدولة حدوده داخل الدولة فقط أي نشاط بسيط داخل الدولة أعترف به كيف اسمه محلي بإيس ما ينتج ضمن حدود بلد معين بصرف النظر عن من أنتجه أو من قبل من شو يعني يعني مثل ما قلت بالسعودية داخل أي نشاط بسيط داخل السعودية إن كانت شركة سعودية أو غير سعودية خلاص تدخل داخل نشاط الاقتصادي اسمه محلي برجع على نفسها وبقول أنه جمع بين كلمتين إجمالي ومحلي يعني إدراج الكمية الكلية للنتج ناقص تكاليف التشغيل بسنة محيلة طبعا هون الإجمالي مشي تكاليف الأنتج كتير كانت مهمة هون وسريع جدا بين الفرق بين الكلمات القومي والمحلي شو المتطلبات المعايير اللي حنتشاهده هون الإحصائية الأوروبية كانوا من فترة طلبوا لأدول البريطانية طلبوا منهم إنه إنفاق على الكوكايين والرزيلة تصوروا هون يجب أن يظهر في الإحصائات الرسمية البريطانية ليش؟ لأنه حجم الأعمال الكبير مثلا بإيطاليا حجم أعمال المافيا يدخده من إنتاج المحلي الإجمالي وهو رقم كبير جدا عم بيكون أربعين مليار دولار حجم أعمال أويت توصى للمافيا الإيطالية بيدخل ضمنها بريطانيا كل أعمال الكوكايين والرزيلة كمية الفعل لأنه صار فيه نوع من النشاط على أرض الوطن كمين اليونان لاحظوا الاقتصال اليوناني نمى خمسة وعشرين مئة بالمئة فقط لأنه بعد ما شمل النشاط الرزيلة والمخدرات ودخلوا ضمن تقديرات نشاط القصاد وبالتالي أيضا خف العجز لأنه هذا طلع القرار بسنة 2006 أنه يدرجوا المخدرات والرزيلة لازم تفهموا ثلاث أشياء عن طبعا نتج المحلي الإجمالي عن كيفية إحصائيته أول شيء هو نفسه أصلا صعب الوصف محاولة تركيبه كانت لأغراض عملية إذن لنقدر نحل كيف بكون تحصائه أول شيء هي صعب الوصف وتركيبته ومش أصلا لازم تدخلوا أيضا بطريقة احتسابه معادلات الرياضية رح توقف مع استينغ وأتابع مهم جدا كيفية إحصائه مش ضروري برجع بقول أنه أنتو تحفظوا كيف يحتسب لأنه فيها معادلات رياضية أيضا لمن تتعقد القصة مع أوزين معينة بعد استينغ إذن طريقة احتسابه مشاهدينا غير أنه مش ضروري نعرفها ولكن وقته احتسب الناتج المحلي الإجمالي لا ياخذ بالاعتبار كل هذه سنشاهد مثل ما قلت نفسه وحسب الوصف نشاط اقتصادي وما بيقش على شيء ولا ينظر إلى شيء محاولة تركيبه لأغراض عملية فقط الحسابات ليست للتصفيق للأشياء الجيدة ومحاربة العناصر السيئة عود كلهم ذكرناهم بالحلقة إنما لقياس التعاملات الاقتصادية إذن الحسابات هي ليست للتصفيق للشيء الجيد ولا انتقادها السيئة فقط معاملات اقتصادية يحتسب داخل الناتج المحلي الجمالي ثالث نقطة اللي يجب كميلة ناخدها بالاحتبار هي السياسيين طبعا بدون يدخلوا على طول ويتكلموا بالنتج المحلي الاقتصادي نتج المحلي الإجمالي طبعا في جملة هون ومقولة شهيرة أنه من يعتقد أن السياسة يحاولون تعطيل الناتج المحلي الإجمالي لا يعرف كثيرا لما يفعله السياسيون مهم جدا سلاح مهم جدا بيستعملوا الصين حاليا عم ترتفع بقوة هو اليابان تقريبا نصين سبعة تريليون ستة تريليون اليابان سبعة وستة تلتعش حجم الناتج المحلي الجمالي والمتحدة الأمريكية طبعا بعيدة عنهم هون عم نتكلم تقريبا مع بعضهم ما بيقدروا يوصل للويل المتحدة الأمريكية بعيدة كتير للخمسة عشر تريليون دولار فيه منافسة كبيرة جدا من نتيج المحلي الجمالي بهز الأسواق وبيعمل تزبز بحالي بالأسواق دائما لما تصدر نتيجته آخر آخر السلايدات اللي راح نشاهدهم بعد فيه ممكن عم تشاهد الصفحات الأخيرة هي قبل مئة عام إذا سألت أحدهم كيف حال الاقتصاد ما كان فيه جي دي بي وما كان فيه نتيج المحلي الجمالي لا أحد كان راح يفهم السؤال وكانوا الاقتصاديون بحاولوا يتبعوا إنتاج الفحم وأيضا عدد الوظائف كان فيه بيكون وظيفة إذا هيدا من مئة سنة إذا بقول قدعب حدا إنه كيف بتقيس الاقتصاد ما حيعرف ما حيفامشي كانوا برقبوا إنتاج الفحم بتالي لايكوا الفرق ولايكوا الأيام اللي طورت فيها هيك بينتهي البرنامي بجعب ذكر أنه نتيج المحلي الجمالي مهم جدا تتزبزب الأسواق كثيرا عن صدوره خصوص صلى نتيج المحلي الجمالي للويت المتحدة الأمريكية الدولار بيتحرك الدود شونز بيكونوا بيرتقبوا دائما الأسواق والعملات وأيضا المحللين والتجار هيدا كانت حلقة كانت خاصة كانت حلقة من قبل عن نتيج المحلي الجمالي بس هنتنا نقول لها بغير طريق صارو حلقتان عن نتيج المحلي الجمالي بيتمنا نكون هناك ضوء على الخفايا هذا النتيج المحلي الجمالي المهم جدا في الأسواق مشاهدين أصل إلى نهاية البنمج طبعا بدي أذكر ببعض العنوين cnbcarabia.com عنوان أم تشاهدوها هلأ نمعوه على الإلكتروني للقناة فيه أرشيف الحلقات قديمة جدا للبنمج تدخلوه على برامج القناة وحقيبة وجوب تلاقوه أرشيفات لسنتين ثلاثة إلى وراء الحلقات أيضا إذا بتحبوه ترجعوه تشاهدوه أيضا بتذكرون بالإيميل briefcase at cnbcarabia.com جاي هواتالباري.ي أي أفقار بتحبو نطرحها بالمستقبل ونتناول هالأفقار كمين مستعدين أتونا كل أفقاركن موجود بصورة مستمرة تقريبا على تويتر حسابي على تويتر at joe underscore albparimi بشرفني متابعتكم على الحساب هيك منوصل لنهاية البرنامج شكر موصول وخاص للمخرج سلمان زين الدين وأيضا جعف الجانا على cg شكرا مشاهدينا وبالتاقي معكم بحرقة مقبلة اشتركوا في القناة